وقد ألف العلماء من بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم أفتى وألف العلماء في جوازي واستحسان عمل المولد فممن ألف أو استحسن أو أفتى بجواز ذلك الحافظ أبو الخطاب ابن دحية كما ذكر ذلك صاحب كتابي وفيات الوفيات وكذلك من جملة من ألف في ذلك أو أفتى أو استحسن أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني وكذلك شيخ الحفاظ العراقي والحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الصيوطي وكذلك الحافظ أبو نعم من الأصباح لني وكذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي وكذلك مفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا والإمام العلامة المحدث القدوة الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله رحمة واسعة فمن بداية القرن السابع الهجري وإلى اليوم الأمة تجتمع وتختفل بمولد رسول الله ففي الهند والباكستان وبنجلادش وإندونوسيا وماليزيا والمغرب واليمن والجزائر وتونس ونصر وبر الشام والجزيرة العربية والإمارات السبع كل هذا كل هؤلاء يحتفلون بمولد محمد والوهابية تحرم المولد وتكفر الهمة الوهابية هي الفرقة الشازة المنحرفة التي ينطبق عليها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من شز شز إلى النار وهذه فتوى إمام الوهابية شيخ الوهابية يقول إن الاحتفال بمولد رسول الله بدعة محرمة ويقول إن هذا العمل لا يجوز ويشبه المسلمين المحتفلين بالمولد بالوسنيين والمشركين الوهابية لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يدعون إلى تحريم المولد لماذا كي لا تتذكر الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم كي لا يتوسلوا كي لا يتبركوا كي لا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المولد فقط بل قال مستيهم أبو بكر الجزائري إن الزبيحة التي تسبح في المولد أحرم عند الله من الخنزير لا يستحون من الله ولا يستحون من رسول الله ولا يخجلون من الناس ليس هذا فقط هذا كتابهم المسمى مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد عبد المنعم إبراهيم الجزء الرابع اسمعوا ماذا تريد الوهابية إلى أي شيء تدعو الوهابية إلى إخراق قبر محمد إلى إخراق قبر رسول الله يريدون إخراق حجرة النبي محمد إسمعوا ماذا يقولون الحجرة تعرفون معنى الحجرة الغرفة التي فيها قبر الدبي قبر الرسول يقولون الحجرة تحرق بل تهدم فإذا كان هذا بالحجرة فكيف بالقبة الخضراء الله أكبر الله أكبر لو أن إنسانا دع الناس إلى هدن قبر أبيك أيها المسلم إلى إخراق قبر أبيك أيها المسلم هل كنت ترضى بذلك فكيف بالدعوة إلى قبر إلى إخراق قبر محمد والعياذ بالله لا يستحون من الله وهذا كتاب الألباني محدث الوهابية المتمحدث الذي يدعي أنه محدث ماذا يقول في هذا الكتاب الذي سماه تحذير الساجد من اتخاذ القدور مساجد إسمعوا ماذا يريد والعياذ بالله تعالى يقول وَلَقَدْ وَلَقَدْ ما معنى وسنية؟ يعني كفعل عباد الحجر كفعل عباد الأوسان ويطالب بإخراج القبر الشريف من المسجد فيقول يضرب جدار من الشمال إلى الجنوب فيجعل القبر خارج المسجد هذا كتاب الألباني هؤلاء الوهابية لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كتاب أحد دعاتهم الكبار وهو محمد بن عسينين في كتابه هذا الذي يسميه شرح رياض الصالحين يقول وَمُحَمَّدٌ بَعْدْ وَفَاتِهِ لَا يَنْفَعْ إسمعوا أيها الناس أفيقوا وانتبهوا احرصوا على المحافظة على القيم الإسلامية والأعمال التي تحض المؤمنين على الازدياد من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا إسمعوا إلى فضيحة الوهابية إسمعوا إلى طلاقضات الوهابية فهذا كتابه حبيبهم الأول كتاب الحراني الإمام الأول عند الوهابية في كتاب ابنتيني هذا المسمى اقتضاء الصراط المستقيم ماذا يقول إسمعوا وتعظيم المولد وأن يُتخذ موسما بقصد تعظيم رسول الله فيه أجر عظيم قد يفعله بعض الناس ويكون فيه أجر عظيم والوهابية كفر من يحتفل بالمولد وإمامهم يقول فيه أجر عظيم فبماذا ستحكم الآن الوهابية على إمامها بماذا ستحكم الوهابية على إمامها الأول هل سيقولون عنه كافر أم سيسكتون وهذا كتاب الزهبي الذي تحبه الوهابية وهو تلميذ إمامهم ماذا يقول في كتابه هذا المسمى بتاريخ الإسلام في ترجمة الملك المظفر ملك إربل الذي كان أول من أحدث الاحتفال بمولد رسول الله تعرفون من الملك المظفر صهر السلطان صلاح الدين الأيوبي زوج أخته ماذا يقول عنه هنا الزهبي كان شهما شجاعا عادلا مائلا إلى أهل السنة والجماعة ويترحم عليه ويقول هو أول من أحدث الاحتفال بالمولد فماذا ستقول الوهابية الآن في الزهبي وهذا كتاب ثالث وهو كتاب البداية والنهاية للإمام الثالث عند الوهابية ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يمدح الملك المظفر ويسني عليه ويقول أكرم الله مسواه وهو أول من احتفل بالمولد وهو أول من احتفل بالمولد احتفل احتفالا هائلا عظيما ضخما هؤلاء شبه الله بخلطه وكفروا كل الأمة فكتابهم هذا المسمى الدرر السنية في الأجوبة النجدية في الجزء الثاني والسامن والعاشر يقولون الدولة العثمانية كافرة ومن لا يكفرها كافر ومن شك في كفرها كافر هذه الوهابية اعرفوا من الوهابية اعرفوا الوهابية على حقيقتها لا تنخذعوا بهم هؤلاء كذبوا الله شدموا الله حققوا رسول الله كذبوا القرآن كذبوا الإسلام ويدعون أنهم صفوة خلق الله بزعمهم كل الأمة عندهم كافرة إلا من مشى معهم بزعمهم آمنا أم محمد والدة محمد وهي في قبرها لم تسلم منهم قالوا عنها إنها في النار والعياذ بالله قليلوا الأدب مع الله ومع رسول الله ومع المؤمنين هي في قبرها لم تسلم منهم كفروها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر